تفقد وزير الشباب ورياضة أشرف صبحي أرض المقار الجديد التي خاصصتها الدولة لإنشاء وتطوير النادي المصري القاهري بدلا من المقار القديم الذي سيدخل ضمن تطوير منطقة الفوسطات بمصر القديمة يأتي ذلك في إطار الاهتمام بملف التطوير العمرانية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة له فضلا عن الاهتمام بتنمية الوعي التقافي والرياضي لدى شباب المنطقة وتضمن النادي منطقة اجتماعية وملاعب حمامات سباحة ومساحات خضراء إن شاء الله نادي المصري القاهري عضويته دلوقتي فيها 19200 إن شاء الله يكون حاجة أكبر بكتير مع تصميم فيه كل المنشآت الرياضية في حمام سباحة أولمبي وفيه مجمع حمام سباحة أصغر ترفيهي وفيه يعني ملعب قانوني كرة قدم وفيه صالة رياضية ومنطقة اجتماعية كبيرة جدا اللي بيها إضافة تانية كبيرة جدا للتطوير الشامل حياة كريمة هي مفهوم ومضمون حياة كريمة مش بس تطوير الريف المصري حياة كريمة شاملة كل معاملات التنمية اللي موجودة في كل مكان بما فيها حتى المكان الحضر اللي احنا موجودين فيه حياة كريمة في الرياضة حياة كريمة للشباب حياة كريمة للأسرة المصرية مكاننا الجديد النادي المصر القاهير اللي هو جنب المكان القديم في تطوير غير طبيعي للإنشآت بالكامل لتطوير للأعضاء إن هم يشوفوا ملاعب يشوفوا حاجة هندسية محترمة حاجة هندسية على استوراقي النادي المصر القاهيري في طوبه الجديد يختلف غير عن النادي المصر القاهيري في المكان القديم بتاعه هنلاقي ملاعب على مستوى عالي هنلاقي حمامات سباحة على مستوى عالي هنلاقي مباني ومكاتب إدارية صلاة للأفراح والمناسبات على مستوى عالي كل الكلام ده كله بينعكس على العضو النهاردة بين خلال تطوير منشآت تتلائم وتتواكب مع التطوير اللي انا كلنا عارفينه وشايفينه بتاعة منطقة الفستار بجانب النهاردة اليوم النهاردة ان وجود السادة الدكتور أشف صبح ودير الشباب ورياضة مع مجلس الإدارة الموقر اللي بالفعل تم انتخابه بخيادة الفشمان دي تأسير مطر عيد مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الإدارة ان يلتق النهاردة مع شباب البرلمان وشباب الدير شباب وشباب الأنشطة المختلفة على مستوى النادي اشتركوا في القناة